بين مؤسسة تربوية عريقة عمره 150 سنة جامعة الإديس يوسف ومؤسسة إعلامية عمره 33 سنة سجلت علامة فرقة بالأعلام الامتي في بروتوكول تعاون لتعزيز القدرات المهنية وتطويرها بمجال الأعلم الاتفاق عملياً هو بين مركز التدريب المهني المستمر للجامعة الذي تأسس عام 2017 بهدف ربط العالم الأكاديمي بالمهنة عبر دورات تمنح هذه القدرات والأمتي في أكاديمي التي ستؤمن هذه الدورات التطبيقية بالمواد الأعلامية التعاون مع أمتي في أكاديمي بدل كمان عن سيئتنا بهالبروفيسيوناليزم اللي موجود بهالمحطة الأدير اللي هي الأمتي في وأمتي في أكاديمي مع مركز التدريب المستمر بجامعة القديس يوسف نحلم أنه تكون المؤسسات الإعلامية هي بلاتفورمز للتربية أيضاً بمبنى الأمتي في تم التوقيع بين رئيس جامعة الإديس يوسف الأب سليم دكاش ورئيس مجلس إدارة المحطة ميشيل المر الذي شكر الأب دكاش على ثقته بأكاديمية الأمتي في معتبراً التعاون خطوة تؤكد مواكبة الجامعة لأسواق العمل وحاجاتها الحلو بالتعاون بين بعضنا أنه أنتم عم تعطوا الأكاديمي واللي هو رسالة كتير نبيلة نربها الأجيال ونعلمها ونحن عم نعطي شئ الأكتر براكتك اللي هو على الأرض كيف وحب يشتغل الأهم من هذا أنه ما نظل نخرج هالشباب ليظهروا لبرات لبنان باستوديوهات المؤسسة وبعض الأقصام جاء للجميع واتطلعوا على أحدث التقنيات الموجودة لتختتم الزيارة باستوديو الأخبار بحلته الحديثة والمتطورة زيارة بالفعل واحد هيكي بحس أنه لبنان يستمر بجامعاته يستمر بمؤسساته بمدرسه يستمر بالتربية على أنه هالتربية هذه تأسس لجيل جديد محب للوطن الشراكة بين جامعة الإديس يوسف ومحطة الام تيفي بهذا المشروع هي نقطة تلاقي تأيد بأيد تستمر مسيرة بقاء لبنان بوجه الأعلامة والأكاديمة